في ظل تضارب الأنباء حول موعد صرف الرواتب الحكومية أكدت وزارة المالية أن صرف رواتب الموظفين العموميين لم يحدد بعد بشكل رسمي لسيما وأن إسرائيل لم تفرج عن أموال الضرائب المحتجزة حتى هذه اللحظة لم يتم إبلاغنا بموعد تحويل العادات الضربية ولكن في اللحظة التي يتم فيها تحويل العادات الضربية سنقوم بعمل آلية جديدة وسنقوم بالخلالها بالإعلان بذلك رسميا عن الآلية التي سيتم تصرف فيها الجزء المتبقي من الراتب ورفضت وزارة المالية اقتطاع الاحتلال أكثر من 300 مليون شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية لتحويلها لشركة الكهرباء الإسرائيلية كديون على الفلسطينيين نحن فعليا نرفض هذه الاقتطاعات الغير قانونية والغير مبررة نطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل تحويل أموال الشعب الفلسطيني كاملة دون أي اقتطاعات وكانت حكومة الاحتلال قررت الإفراج عن أموال الضرائب التي تحتجزها منذ مطلع العام الجاري بعد توصيات الدوائر الأمنية في إسرائيل ويشار إلى أن مجموعة الأموال الفلسطينية المقرسنة من قبل الاحتلال تصل قرابة المليار وستمائة مليون شيكل من مدينة رام الله نيزر حبش تلفزيون وطن